إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معاني كيف يتلذد بقراءته يقول الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العراف و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم إصرهم هنا كلمة غريبة غير متداولة فما معنى الإصر؟ الإصر هو العهد و الميثاق الشديد و من ذلك قوله سبحانه وتعالى و أخذتم على ذلكم إصري أي عهدي و ميثاقي فمعنى قوله و يضع عنهم إصرهم أي يضع عن بني إسرائيل العهد و الميثاق الذي قد أخذه الله على بني إسرائيل و كان ثقيلا شديدا عليهم فكونه يضع عنهم هذا الميثاق و هذا العهد فقد وضع عنهم ثقلا شديدا كان واقعا عليه فإذا الإصر هو العهد و الميثاق الشديد الثقيل فوضعه هو إزالته و العفو عنه بما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من التخفيف و التيسير و رفع هذا التشديد الذي كان واقعا على بني إسرائيل في شريعة موسى عليه الصلاة و السلام والله أحد ترجمة نانسي قنقر